الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية تحويلة تسمح بحدوث الحمل أو منعه تتنوع موانع الحمل تبعا لجوانب مختلفة فمنها ما هو ذكري أو أنثوي وتعمل بطرق مختلفة دوائية كانت أم ميكانيكية بأسعار متنوعة وآثار جانبية مختلفة لكن أن تتم هذه العملية عن طريق ضغطة الزر فهو أمر مثير للإستغراب حقا فهل هي دعابة ما؟ أتى بفكرة تعقيم الرجال مؤقتا أحد النجارين الألمان والمدعو كليمينز بيميك عندما شاهد وثائقيا حول منع الحمل في البداية لم يأخذ الأطباء صاحب الاختراع على محمل الجد ولكن البعض الآخر منهم شجعه وزوده بالمعلومات ليخترع بعد ذلك جهازا ويطلق عليه اسم بميك أس أل في حيث قام بتسجيله في عام الألفين وحاز على براءة اختراع لفكرته والتي تدور حول أول محولة فعلية تسمح بالتحكم بتدفوق النطاف وكان يعيد بتغيير مستقبل عمليات قطع الأسهر القناة ناقلة للنطاف وهي وسيلة منع حملة نهائية آلية العمل يزرع هذا الصمام الصغير جراحيا في الأسهر ويتصل به وتدوم العملية نصف ساعة فقط يقوم الرجل بتشغيل تدفق الحيوانات المنوية أو تعطيله من خلال ضغطة الزر يصل إليه من فوق جلد كيس الصفن عندما يكون الزر على وضع أوف يغلق الصمام ليمنع وصول النطاف إلى السائل المنوي وبهذه الطريقة يصلح الرجل عقيما مؤقتا هذه العملية مشابهة تماما لعمليات قطع الأسهر التي تهدف لمنع الحمل حيث تنتج النطاف في الخصيتين وتمر عبر الأسهر لتختلط مع مكونات الأخرى للسائل المنوي إلا في حال خضوع الرجل لعملياته قطع الأسهر فلا تصل النطاف ويتشكل سائل منويا دون نطاف غير قادرا على الإلقاح إن قطع النطاف عن السائل المنوي طريقة مضمونة في منع حدوث الحمل آمينة نسبيا لكن مشكلتها تكمن في عدم القدرة على إعادة ربط القنوات المقطوعة ببعضها وبالتالي لا يمكن التراجع عن هذا الخيار في وقت لاحق وتعتبر المحاولة بديلا ممتازا عن عملية قطع الأسهر الدائمة لأنه يمكن التحكم بها ويصنع هذا الصمام من مواد بيلوميرية طبية وهي مستخدمة في صناعة العديد من غرسات الطبية الأخرى ويبلغ طوله 18 مليمتر ووزنه جرامان يمكن للصمام أن يبقى مغلقا حتى ثلاثة أشهر قبل أن يتعرض لخطر الإنسداد وقد يعمل الصمام بفعالية مدى الحياة إن لم تحدث أي مضاعفات حتى الآن خضعت المحاولة للتجربة على شخصا واحد فقط وهو صاحب الاختراع نفسه ففي عام 2009 بدأ بتجربة نوعين مختلفين من التصميمات الأولية واستكمل تطويرهما على مر الأعوام الست الماضية وستبدأ التجارب السريرية للمنتج هذا العام لدراسة مدى فعالية المنتج ومأمونيته حيث تتطلع الشركة المنتجة لتجربة النماذج الأولية للاختراع على 25 رجلا بهدف الوصول إلى المنتج النهائي والجاهز للطارح في الأسواق بحلول عام 2018 نشكركم للاستماع لمقالاتنا المسجلة صوتيا في الباحثون السوريون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة